اشتركوا في القناة احب اني اشكر الشركات اللي شاركت معنا في هالموسم واكيد الرعاة بالرغم من عمر الكدلك اللي يمتد الى ما قبل جنرال موتورز الى اليوم قد تكون السيارة اللي كسرت الدنيا الكدلك الاسكليت واللي ما لها عمر طويل يعني اول جيل كان في التسعة وتسعين وكانوا جايبين على استحياء كان نسخة معدلة من اليوكن خلال سنتين حقق لجاح خلي الشي هذا يخلي الكدلك وجنرال موتورز يفكرون ان يطلعون الجيل الثاني واللي كان في الالفين واثنين باختصار الجيل هذا كان انجح جيل واكثر جيل نشر السيارة هذي في العالم السيارة هذي كانت سيارة المشاهير لو تروح في ديك الايام في الالفين واربعة الفين واثنين الفين وثلاثة ما فيه شارع من شوارع الكويت الا وتلقى فيه هالاسكليت في الرياض هالاسكليت في كل العواصم دول خليج هالاسكليت اللي فعلا نكسر الدنيا ونزلوا عليه محركين اللي هو الخمسة فاصلة ثلاثة لتر والستة لتر طبعا الستة لتر كان يعطي تقريبا ثلاثمية وخمسة واربعين احصان ليما انه جانا الجيل الثالث واللي صار فيه تغييرات كبيرة صارت الانوار قدام اصغر ولكنها صارت في الخلف اللي تصير طويلة والناس جلست فترة علشان تتأقلم مع الشكل الجديد ولكنه لازال يحقق نجاحات في سيرات الكادلك ونزلوا عليه المحرك اللي نعرفه اللي هو ستة فاصلة ثنين لتر واللي عدى لأربعمية احصان طبعا الجيل هذا والجيل اللي قبله كانوا منزلين عليه نسخة من الابالنش اللي تصير غمارتين او اربع بواب وصندوق كسيارة بيكاب وصراحة السيارة هذه كان لها حضور كبير سواء كان الابالنش او النسخة الفخمة من الكادلك اللي كانوا يسمونها الاي اكس تي طبعا سيارة تعتبر بيكاب ولكن لها حضور كبير كانت فعلا جميلا نكتاخذ لك يوكن فيه بيكاب او حوض او نكتاخذ النسخة الافخم الاسكاليت اللي بيكون معاه حوض واكيد فيه النسخة القصيرة او النسخة الطويلة اللي يسمونها الاس طبعا الفرق بيكون فيه الدبة الخلفية اللي بتكون فعلا كبيرة بعدها جانا الجيل الرابع في الالفين وخمسة عشر وهنا صار فيه تغييرات كبيرة جدا وصار فيه جدل كبير داخل جنرال موتورز وبالتحديد في الكادلك هل نخلي السيارة تكمل انها تكون بادي اون فريم او بادي السيارة يكون على سلم اللي هو الشاسيه فتكون سيارة من سيارات اللي زيها زي البيك اوب الوانيت السيارات اللي يسمونها الشاحنة اخر شي قرروا وقالوا لا خلنا نخليها مثل ما هي دا مننا السيارة ناجحة ليش ننغير فيها وخلوها على نفس الشاسيه اللي هو بيكون بادي اون فريم ونفس الشي الناس احتاجت فترة بسيطة علشان تتأقلم مع الشكل الجديد خصوصا فيما يخص الاضاءة الخلفية اللي صارت جدا طويلة من سكف السيارة تقريبا الى الصدام الخلفي او الدعمية الخلفية ولكنها نجحت بجميع المقاييس ودخلت فيها تكنولوجيا التوفير في الوقود واللي شافوا حلقتي لما جربت السيارة هذه كيف ان المحرك يشتغل في القيادة العادية الربعة سلندر لكن السيارة هذه نجحت نجاح رهيب ولا زالت الى اليوم تعتبر السيارة هذه سيارة المشاهير ونزل عليه في البداية القير الست سرعات ثم بعدها ثمان سرعات واخر شي نزلوا عليه قيرهم الجديد اللي هو العشر سرعات وتقدر انك تاخذه سواء كان القصير او الطويل وللأسف انه وقفوا النسخة البيك اوب اللي فعلا الناس كثير فقدوها في هالسيارة نجي في كورونا الله لا يعيده وجاء الكدلك الاسكليد الجديد تغييرات جديدة شاسية جديد نظام تعليق منفصل كليا قاعدة عجلات جديدة صارت السيارة متطورة بشكل رهيب وكان لنا شرف ان استقبل السيارة هذه اول ما نزلت في الكويت قبل الحضور الرسمي لها وسويت لها تغطية في الكويت كانت فعلا نقلة نوعية في السيارة هذه لما انتقالن للجيل الرابع بالجيل الخامس كانت قاعدة تتكلم على سيارتين مختلفة فعلا صارت السيارة اكبر واشرح واعرض واطول واكبر وافخم وقمة التكنولوجيا اللي احنا متعودين ان الكدلك دائما تقود التطور والرقي بعد شوية ان شاء الله نحن نتكلم عن التكنولوجيا اللي موجودة في السيارة هذه ولكن لو نتكلم بشكل اكثر دقة على تفصيل التصميم فعلا عطتك واجهة امامية جديدة رح نشوف الشبكة الامامي الجديد اللي صرنا نشوفها في سيارات الكدلك مثل الاكستي الاكستي سيكس اللي هو الشبكة اللي يكون عصري الاضاءة الجديدة تشوف السيارة من الجنب تحس فعلا بحضور كبير للسيارة خصوصا لما نطالعها من الزاوية الثلاث ارباع الخلفية فعلا سيارة كبيرة وتملأ المكان وتملأ العين حتى من الخلف فعلا صار التصميم السيارة جميل صرنا نشوف فتحات الاكزوز اللي فقدناها في بعض الأجيال واللي تعودنا من سيارات الجنرال موتورز ان نشوف الاكزوز بما انه فيه محرك كبير فودنا ان نشوف الاكزوز نحن نتكلم على ثمانية سيلندر وستة فاصل اثنين لتر محرك جبار وقوي وامكانياته جبارة من داخل سيارة جديدة ومتطورة وعصرية وخلوها فعلا تكون مميزة ومختلفة عن اليوكن والتاهو والسبربان شاشة جديدة طبلون جديد كونسول في الوسط جديد جير في الكنسول اللي في الوسط شاشة 4K والريزوليوشن حقها او الدنسة حقتها دبل اللي بتشوفها في التلفزينات التقليدية 4K مع انها تعتبر شاشة تقريبا 38 انش ولكن لما تجي تصغل السيارة او تركب في السيارة انت قاعد في مسرح خصوصا لما تشوفها مع نظام الساوند سيستم العجيب راح تشوف ان الكادلك اهتمت في كل التفاصيل لا من ناحية الخشب لا من ناحية الجلود لا من ناحية الكراسي المساج التدفئة التهوئة فعلا خلتك تقول انا فوق الكل راح نشوف الاسكاليد الجديد سواء كان القصير او حتى الطويل راح ياخذ نفس المحرك اللي شفناه في الجيل الاول اللي هو 6.2 لتر نفس التكنولوجيا اللي يشتغل اربع سينندر او ثمانية سينندر حسب احتياجك راح يعطيك 420 حصان و 624 نيوتن متر العزم مع غير عشر سرعات القوة اللي في السيارة هذه كافية جدا انك تلف في الكرة الارضية ما شاء الله ولكن هنا مربط الفرص اللي مثل ما يقولون كذلك شافت في تنافس شرس بين فورد وبين الرام حركاتهم الثمانية سينندر واللي فورد نزلت الست سينندر تيربو طلعت الدوج او عفوا الرام اي كانت اول الرام تحت الدوج ولكن الان لا صارت الرام شركة منفصلة او علامة بالاصح علامة منفصلة عن الدوج فاجأت الجميع بالسوبر شارج واللي يعطيك احلى نغم اللي حابين الهلكات وسوالف الاسارتي وهالشغلات طبقت هذا الشي على الرام الفورد حست بالغيرة قامت رجعت الثمانية سينندر مع الرابتر وحطت السوبر شارج شفناه في الفورد الجي تي الموستنج قالت لا احنا بالرجعة في الرابتر الكادلك جت من ورا كذا بكل اناقة ونزلت سيارة عائلة محركها الستة فاصلة ثلاثين لتر ونزلت عليه سوبر شارج ودك تحط عندك في الصالة او في القراج وتشغله بالريموت وتستمتع في التشغيل اللي تعتبر لذيذة العشاق وحركات الثمانية سينندر ومن اللي ما يذكر الجمس حق البهبهاني ومن اللي ما يذكر الجموز حق الثمانينات بداية التسعينات اللي للأسف وقفت الجنرال موتوز الأصوات هذه من مدير الستة وتسعين بالتحديد لأسباب قانونية خليونا نقول لحرمتنا من الأصوات الممتعة والجميلة في سياراتها الجمس أو الجموس مثل ما نسميها باللهجة العامية رح نشوف المحرك هذا رح نعطي 682 حصان و885 نيوتن متر العزم من الآخر أرقام تبيض الوجه وسيارة شبابية من الآخر حجمها كبير ولكنها موتر يبيض الوجه وين ما تروح فنادق سفارات أي مكان تروح له البوبات تنفتح لك وتخيل السيارة هذه فيها لونش كنترول رح تاخذ من صفر إلى مية في أربع فاصلة أربع ثواني تخيل سيارة ضخمة جدا وزنها يعني فوق ثنين ونص طن يمكن يوصل حول ثلاثة طن تعطيك هذه الأرقام أبدع وحطت لك زر أو دقمة حقة الفي سيريس طبعا الكدلك تحتفل بالعشرين سنة من الفي سيريس اللي هي السيارات الرياضية مثل ما شفنا في المرسيدس الام جي في البي ام الام سيريس في أودي الار سيريس صار عندهم في الكدلك اللي هي الفي سيريس فهذا يعتبر من الفي سيريس اللي هي السيارات الرياضية حطوه لك دقمة أنها تعطيك اللونج كنترول وتعطيك القيادة الرياضية الفعلية حتى البركات الامامية من شركة برمبو وستة بساتهم امامية علشان تقدر تمسك هذا الوحش الكبير لمن يمسك الطريق وأكيد هذه القوة تحتاج فيها لمتد سلب ديفرينشل واللي بيكون الكتروني في السيارة هذه علشان يحاول أنه يوزع الطاقة بين اليمين واليسار طبعا السيارة بتكون دفع رباعي فتحتاج أنك توزع الطاقة بين لمين واليسار نفس الشي رح يجي فيها ستاندرد اللي هو نظام التعليق الماغنتيك أو المغناطيسي المتكيف اللي يشوف حركة بدي السيارة مع حركة التواير والكفرات ويبدأ يلين أو يقسي نظام التعليق في السيارة هذه عشان يعطيك الثبات ويعطيك الإحساس الرياضي وأكيد لازم أنه يعطيك إحساس الفخامة أنت راكب كدلك وجيلنا وجيل اللي قبلنا أو جيل الطيبين يعرفون قيمة كلمة الكدلك لما تقول كدلك أنت كأنك قاعد تقول سيارة رئاسية ورح تشوف الكاليبر الأحمر أو الفرامل الحمرة خلف الرنق أو الجنط الـ 22 واللي تعودنا لكدلك أنها دائما سباقة في حجم الجنوط بالرنقات في سياراتها طبعا أكيد مثل ما قلت قبل شي عندك الساوند سيستم اللي بيكون في كل مكان يعني باختصار في 36 سماعة موزعة في كامل السيارة بما فيها الكراسي اللي موجودة أو رؤوس الكراسي الموجودة من شركة AKG يخليك تحس أنك في سينما فتبي تشوف فيلمك المفضل أو تبي تستمع الميوزيك مثلا أو بودكاست أو تستمع في أحلى environment طبعا إذا أنك ما أنت مشغل الأكزوز أو أنك يعني مسافر في طريق وتبي تسمع شي جميل أما إذا أنك في مشوار قصير فيمكن تضطر أنك تفتح أو تنزل في الجام أو القزاز شوية وتنطرب في الصوت اللي بتسمع من وراء السيارة ومن الشغلات اللي أضفتها في سيارة سواء في V-Series أو التقليدي العادي القصير أو الطويل اللي هي augmented reality أو التكنولوجيا الجديدة اللي تعطيك الواقع المعزز فتشوف الأشياء اللي بتكون ثلاثية الأبعاد في الشاشة ولا تنسى الشاشة اللي قدام أو الكاميرا الأمامية والحرارية اللي بتعرض لك في الشاشة اللي في بعض الفيديوهات كانوا بعض التعليقات يقول لك وضوح الشاشة اللي في الطابلون حق الإسكليد أوضح من المنظر الخارجي من كثر دقة الشاشة اللي موجودة في الكدلك الإسكليد الجديد والجلوس في الكدلك الإسكليد غنية عن التعريف يعني كل الركاب اللي موجودين بحبحين سواء اللي قدام اللي في الوسط اللي في الخلف ماخذين بحبوحتهم مثل ما يقولون وحاسين انهم راكبين وكاشخين يعني مو بس اللي قدام اللي مبسوط اللي في النص مبسوط اللي في الخلف مبسوط وساعدها الشاصية الجديد خلى فيه مساحات ممتازة افضل الارجل الركاب اللي بيكونون في الخلف والشي الاضافي اللي صار في الكدلك الاسكريد الجديد اللي هي القيادة الذاتية واللي اشتهرت فيه الكدلك خصوصا في امريكا انك تقدر تستخدم السيارة هذه وانها تكون فيها قيادة ذاتية طبعا التكنولوجيا الانستار الجديدة صارت مفعلة اخيرا في دول خليج واللي شاف لقائي مع مدير الشرق الاوسط لما كنت في دبي ودردشت معاه في موضوع الانستار هل راح يكون موجود وفعلا وفعلا وفعب بعدهم وصار موجود على السيارة هذه راح يكون متوفر تقريبا اول سنة مجالا مع السيارة اللي يعطيك الكونسيرج الخدمات المساعدة على الطريق تتصل فيهم في مركز يردون عليك تطلب منهم المساعدة او عندك اي استفسار او عندك اي ملاحظات او تبي تطلب منهم مثلا دعم خدمة جميلة ودنا انها تنتشر في كل دول الخليجة الشي اللي اتمنى انه ينزل من هالجيل بما انه يحمل نفس الشاسي اللي موجود في السيارة وفي السلفرادو ودي انه ينزلون منه بيكب او الاي اكس تي اللي يكون اربع بواب وصندوق في الخلف غريب ومميز واعتقد فيه عشاق للسيارة هذه مو كل الناس تبغى تركب عائلة وبس فيه ناس عندها عائلة صغيرة او مع ربعها ويبغى بيكب يبغى وانيت يكون فخم ترى قليل سيارات الوانيت اللي تكون فخمة جدا يعني عندك الرابتر عندك التياريكس ولكن السيارات هذه كل شوية تهددنا فورد انه رح نوقف الثماني سنندر تهددنا رام راح نوقف وهذا اخر سنة بينما الكدلك مستمر معنا في ثماني سنندر فنتمنى انه نشوف من عندهم اسكليد او الاسكليد اللي هو الاي اكس تي ما تدري يمكن يسمعون هالبودكاست ويوفرون هالسيارة ومعلومة للاشخاص اللي يفكر بين الاسكليد القصير او الطويل وش الفروقات اللي بينهم راح يكون عندك الباب الخلفي اللي هو باب الركاب الخلفي بيكون اطول من القصير وبيكون فيه في السي بيلر اللي هو المسافة او الفاصل بين الباب الخلفي ودبة السيارة بيكون مختلف عن القصير وعندك الدبة الخلفية فرح نشوف في الطول تقريبا القصير طولة خمسمية وثمانية ثلاثين سانتي يعني خمسة متار وثمانية ثلاثين سانتي بينما الطويل بيكون خمسة متار وتقريبا ستة وسبعين سبع وسبعين سانتي فبنشوف فيه تقريبا حوالي أربعين سانتي زيادة في الاسكليد الإي اس في الشيء هذا بيعطيك مساحة في الدبة الخلفية فرح نشوف ان الدبة الخلفية تقريبا صارت مساحتها أكبر رح نشوف الاسكليد القصير رح يعطيك 3426 لتر بينما الطويل رح يعطيك 4044 لتر فيه فرق كبير في الدبة الخلفية بمعنى انسى الأرقام إذا أنك شخص حق سفر وشخص دائما تروح الشالة وتبي تشيل أغراض فالإي اس في رح يريحك بشكل رهيب عندك الدبة الخلفية رح تشيل كل أغراضك وتشيل عائلتك ثلاث صوف أمورك تمام القصير رح تضطر انك تستغني عن الكراس الخلفية إذا انك بتشيل أغراض وبتروح فيها مثلا الشالة أو بتسافر أو انك تستغني عن جزء من العائلة إذا كانت عائلتك كبيرة فأنت واختيارك بين السيارتين هذه طبعا الأجمل أكيد بيكون القصير ولكن أكيد ان احتياجك هو اللي يقرر إذا كانت الاس بي أفضل أو القصير بيكون لك أفضل الأسعار نحن نتكلم على أسعار سيارة فخمة سيارة راقية سمعتها في السوق ما يحتاج يعني مجرد ما تقول اسكليت الكل يعرف سيارتك كبير صغير جيل جديد جيل قديم عارفين الاسكليت فما رح تتكلم عن السعر لأن السيارة هذه نحن نتكلم في جو ثاني لدرجة أن هذه صارت تقارن في الرينج روفر تقارن في الجي كلاس مع أني أشوف أن المقارنة غير عادلة هذه السيارات مخصصة للبر أكثر وفيها أمكانيات رهيبة مع أن أغلب الناس اللي ياخذونها ما يطعم فيها بر لكن الاسكليت هو غالبا سيارة مدينة سيارة الأفلام من اللي ما يذكر فيلم من أفلام هوليوود ما يكون فيها اسكليت وكل الأفلام وكل الفيديو كلبز حق الأغاني اللي عرفناها في العشرين سنة الماضية إلا ما يكون فيها كدلك اسكليت أتمنى أنكم استمتعتوا معاي في حلقة اليوم ونشوفكم إن شاء الله غدا في حلقة جديدة مع سيارة جديدة وفمال الله موسيقى 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 موسيقى